ونبقى في البصرة حيث عقدت عشائر قضاء القرنة في المحافظة اجتماعا بحضور القوات الأمنية في القطاء والحكومة المحلية لتوقيع ميثاق شرف بين العشائر بغية تغليف لغة الحوار والعقل على العنف لتقديم المصلحة العامة والابتعاد عن النزاعات العشائرية وطالب الشيوخ ضرورة الالتزام بالميثاق كونه يمثل التزاما أخلاقيا ويحفظ هيبة العشائر وأبنائها اليوم القوات الأمنية مشتركة ويانا بجميع الجهود اليوم هي معانا على الخط الصلح العشائري ونشكر من جميع القوات الأمنية ومديرية شؤون العشائر قيادة عمليات البصرة ومدير الشرطة يعني كلهم اليوم هم أولادنا وكلهم مساعدين والعشائر يعني اليوم تم التوقيع على هذا البيان ونقاط المبادرة التي طرحت في قضاء القرنة وجمعت الكثير من الرئيساء العشائر وقادة المجتمع نتمنى أن يكون هناك التزام من قبل الموقعين وأن يجمعوا أبناء عشائرهم في مضايفهم وأن يتحدثوا عن توقيعهم والتوقيع اليوم هو التزام أخلاقي كبير يجب أن يحفظ ويجب أن تحفظ هيبة وحقوقه لذلك أعتقد على العشائر مدعوة بشكل كبير أن تكون أكثر واقعية في عملها من أجل تغريب لغة العقل والحوار على العنف ونزاع ترجمة نانسي قنقر